تحمل وفاة الملكة إليزابيث الثانية بروتوكولاً وأسراراً خاصة أطلق عليها اسم عملية جسر لندن وهي كلمة السر لعملية تتضمن إجراءات تعقب لحظة وفاتها إلى حين دفنها وتولي ولي العهد شارلز ملكاً جديداً للبلاد جسر لندن تسير على مدار عشرة أيام متواصلة تشمل إعلان حالة استنفار وطوارئ في صنوف قوات الجيش البريطاني وتأمين شامل للعاصمة لندن ثم تعلن رئيسة الوزراء وفاة الملكة عبر مراسلة رسمية كذلك يتلقى أفراد الأسرة الملكية خطاباً رسمياً يعلن عن الوفاء تتم عملية تنكيس الأعلام في مدة لا تتجاوز عشر دقائق في كل المقار الوزرية والحكومية بعد ذلك يجمع لقاء بين الملك الجديد شارلز ورئيسة الوزراء قبل أن يوجه الملك شارلز خطاباً إلى الأمة في اليوم الثاني لوفاء الملكة سينعقد مجلس التتويج بحضور كبار المسؤولين الحكوميين في قصر الملك جيمس في لندن من أجل الإعلان عن شارلز ملكاً جديداً للبلاد وسينعقد البرلمان للإعلان عن نعي الملكة وسيتم تعليق كل أشغاله لمدة عشرة أيام ومباشرة بعدها سيعقد الملك الجديد جلسة استماعاً مع رئيسة الوزراء وحكومتها اليوم الثالث وهو يوم نقل جثمان الملكة إلى قصر باكينجهام في لندن وبالنظر لوجود الملكة في قصر بالمورال في سكتلندا سيتم تفعيل خطة النقل عبر القطار الملكي إلى لندن في اليومين الرابع والخامس يستقبل الملك شارلز التعازي في وفاة الملكة في ساحة مقر البرلمان في لندن ثم يجري جولة على المدن لاستقبل التعازي وتصنف بعملية الأسد وفي اليوم السادس يتم نقل جثمان الملكة من قصر باكينجهام إلى قصر ويستمينستر ويبقى لمدة ثلاثة أيام لإلقاء النظرة الأخيرة عليه وفي نفس الوقت سيتم التحضير لجنازة الدولة حيث يتم نقل الملكة إلى مثواها الأخير اشتركوا في القناة